شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتعاون الدولي رانيا المشروط تتشين أعمال اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك الاختيار للمشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية في دورتها الثالثة وقالت رانيا المشروط إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعمل منذ إطلاقها عام 2022 على إشراك كافة الأطراف دات صلة في العمل المناخية في جميع أنحاء مصر مضيفة أن المشروعات التي تقوم اللجنة بتقييمها لاختيار أفضلها هي نتاج شهور من العمل للبحث عن أفضل المشروعات في جميع أنحاء مصر أضافت المشروعات أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتعاون الدولي تعمل على العديد من المحاور التي تعزز جهود العمل المناخي في مصر على رأسها المنصة الوطنية لبرنامج نوفي التي تتضمن تسعة مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه والغداء والتاقع